وإلى قصة من بريطانيا منذ أن وضعت الحكومة المحافظة في بريطانيا قضية الهجرة على رأس أجندتها لم يتوقف ضفق القصص الصادمة التي تعكس مواصفتهم منظمات حقوقية بالاستعداء الممنهج للاجئين ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في انتظار البث في أوضاعهم ليس أسوأ قرار الحكومة فقد كشف تحقيق لصحيفة The Guardian البريطانية هذه السياسة شجعت شبكات الجريمة المنظمة على اختطاف عشرات اللاجئين من الأطفال غير المصحوبين بذويهم وكشف متعاقت مع وزارة الداخلية أن عشرات الأطفال غير المسجلين اختطفوا في سيارات من أمام الفنادق ويقول إن المتاجرين يستغلون سياسة ترحيل طالبي اللجوء أداة للتجنيد ويخبرون الأطفال بأنهم سيقالون إلى رواندا إذا مكثوا في القندق في أقل من عامين جرى الإبلاغ عن اختفاء 136 طفلا من فندق تديره وزارة الداخلية في مدينة برايتون ولا يزال 79 طفلا في عداد المفقودين على مدار عام كامل دأب المتعاقد على إبلاغ الشرطة عن حالات اختفاء الأطفال دون فائدة وبعد أن فقد الأمل اضطر لإبلاغ الأعلام عن كذب مزاعم وزارة الداخلية لأن جميع المهاجرين القصر في رعايتها يتمتعون بالدعم والأمن الذي يحتاجونه اختفاء عشرات الأطفال المهاجرين وصف بالفضيحة وسط مطالبات بمحاسبة وزارة الداخلية وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر استنكرت ما وصفتها بالفضيحة المروعة واتهمت الحكومة المحافظة بالتقسير ودعتها إلى الكشف عن عدد الأطفال المفقودين وما الذي تفعله للعطور عليهم وتوفير إجراءات حماية للأطفال الآخرين الكاتبة مونيشا راجش وصفت ما حدث بجريمة تستوجب اعتقال وزيرة الداخلية أما منظمة الحماية من الاتجار بالبشر تقول أن وزارة الداخلية تستمر في العمل خارج نطاق القانون منذ أن قررت استيعاب الأطفال داخل الفنادق قبل عامين ووصفت ما حدث بالإخفاق الفضائحي في حماية الأطفال